إلى ذلك أصدر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بيانين بشأن تطورات الكتلة الأكبر بؤكدا تمسك الإطار التنسيقي بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى المالكي قال أن قوى الإطار لا تهدف لتعطيل تشكيل الحكومة إذا تمت الاستجابة لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا وتمثيل المكون المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والأمنية المالكي وفي بيان آخر ذكر أن حل البرلمان وإعادة الانتخابات أمر غير مقبول وأن الإطاريين لم يطرحوا هذا السيناريو متهما أطرافا سياسية بإشاعته لإثارة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين لدفعهم نحو المشاركة في جلسة السبت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية